إن شاء الله بإذن الله يوم السبت اللي جاي يشرفونا بأداء ونتيجة جيدة النهاردة طبعا كان فيه تدريب النهاردة الصبح على ملعب مختار التش في الجزيرة مستر موسماني يمكن اكتفى بستين ديئة كان تمرين مجرد ساعة بعض التدريبات البدنية بعض الأشكال الفنية من خلال التدريبات ووحدات بالكرة خدها النهاردة كمان تأسيمة النهاردة كان فيه تأسيمة طبعا كل ده في إطار الاستعداد لمباراة إن شاء الله المريخ اللي جاي موسماني كمان زي ما بقول لحضراتكم عمل كده تراي ماتش ما بين فريقين من التيم تأسيمة كان فيها تركيز كبير جدا على الشكل التكتيكي والشكل الفني إن شاء الله النادي الأهلي هيلعب به قدام المريخ النهاردة انتظم فيه التدريبات اللعيبة الدولية بعد طبعا عودتهم بالسلامة من معسكر المنتخب الأول محمد الشناوي عمر الصلية محمد شريف ياسر إبراهيم وقفشة ومحمد هاني كمان سنائي المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكم أما أكرم التوفيق فكان عنده بعض التدريبات بس في الجيم تدريبات منفردة عارفين كمان إن سنائي المنتخب الأولمبي كان صلاح محسن ومصطفى شبير كان شاركو أوريد مبارح مع الفريق في التمرينات الجماعية بالإضافة طبعا لانضمام أليو ديونج طبعا اللعيب بعد ما كان شارك مع مالي في تصفيات أفروك رجع زي ما حضراتكم شايفين يعني تدريبات على فيه فرحة وفيه بهجة وفيه تفاعل كبير والصورة دي أنا بحب أشوفها كل اللعيبة الدولية موجودة الحمد لله طبعا غياب حمد فتح للإصابة لكن اللعيبة تمرين زي ما بقول حضراتكم تمرين ما استغرقش أكتر من ساعة كل اللعيبة موجودة الروح المعنوية عالية جدا أيمن أشرف الحمد لله ظهر بشكل أكتر من جيد عندنا وليه كمان سليمان اللي إن شاء الله يكون موجود كمان في قايمة مباراة المريخ فعايز أقولي النهاردة كان تدريبة كده ساعة وبعد التدريبة سهام توجهوا طبعا للمطار ومنه إلى العاصمة السودانية الخرطوم وصلوا من شوية زي ما أنت قلت كابتن وده التمرينة اللي كانت الصبح والحقيقة النهاردة التمرينة بعدها مستر موسماني أعلن القايمة يمكن فيها النهاردة عدد من الوجوه الجديدة اللي غابت في المباراة الأخيرة كان على رأسهم الوليد وليد سليمان دعد طبعا ما تعفم الإصابة كمان لعب الوسط أحمد نبيل كوك عشان يعود غياب حمد فتحي حمد فتحي أجرى جراحة في دراعه يمكن الصور بتاعته انتشرت هيغيب أكتر من شهرين حوالي عشر أسابيع دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيزة طمن عليه كمان قبل ما يعني ما البعثة تسافر وعايز أقول لحضراتكم بقى القايمة يمكن قايمة الأهل إن شاء الله لمواجهة المريخ السوداني ضمت في حراسة المرمى بالطبع محمد الشناوي على اللطفي مصطفى شبير خط الدفاع أحمد رمضان بيكام رامي ربيع إبراهيم أيمن أشرف بدر بنون سعد سمير محمد هاني خط الوسط وليد سليمان حسين الشحات إليو ديانج عمر السولية أفشا ناصر ماهر أكرم توفي وأحمد نبيل كوكا خط الهجوم مروان محمد شريف صلاح محسن وولتر بواليا طاهر طبعا يعني فرحنا دخول وليد سليمان يعني وليد سليمان بنقوله حمد الله على السلامة وليد سليمان قوة كبيرة جدا جدا كل القايمة إن شاء الله كلهم أبطال وبإذن الله يعملوا مباراة كل جمال النادي الآلي عايزين نقرر مباراة فيتا كلاب عايزين نقرر هذا التقدم السريع عايزين نشوف كورة جميلة متعودين على فريق النادي الآلي إن هو تحت الظروف الصعبة الحمد لله يعني خدنا خطوة إن شاء الله مباراة المريخ هي تحسم التأهل ومباراة سنبا إن شاء الله تحسم صدارة المجموعة كل اللعيبة الحمد لله سلام وأعتقد إن شاء الله بهذه القايمة النادي الآلي قادر بإذن الله على فوز على نادي المريخ اللي هي مباراة مش سهلة مباراة صعبة لكن أبطالنا إن شاء الله قادرين بإذن الله على حسم هذه المباراة موضوع بقى كمان مهم جدا النهاردة في الحقيقة في إطار طبعا استقرار فريق النادي الآلي وبعد ما طبق مبادئه يعني دايما دي مبادئ النادي الآلي على مر العصور كان كابتن سيد عبد الحفيز النهاردة مدير القرى بالنادي الآلي قال إن محمود كهرباء لعب الفريق إن شاء الله حينضم للتدريبات يوم الأربع ابتداء من يعني هيتضم للتدريبات بعد رجوع إن شاء الله بعستنا من المريخ خلي بالكم يمكن حضراتكم شفتوا بعض الصور وكيفية استقبال كمان لعبة النادي الآلي للقهرباء شيء جميل جدا والروح الحلوة اللي بدأ يخش بها كمان كهرباء واللعيبة يمكن كان فيه صورة جميلة جدا معادي كده في تونل ولا ممروا كل الناس يعني بتحيي تحية خاصة عودة عودة كهرباء أعتقد يعني أعتقد هيكون أتمنى أتمنى من ربنا إن هذا الموقف اللي حصل من كهرباء ما يتقررش تاني دمر واحد أتمنى من ربنا كمان إن كهرباء كمان يتعلم من هذا الموقف يتعلم إنه هو جوى النادي الآلي كهرباء لازم يتعلم إنه لازم يكون على المستوى المطلوب وعلى مستوى طموح جماهير النادي الآلي جماهير النادي الآلي بتحب كهرباء لعيب كبير لعيب مميز ولكن في إطار مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي في إطار الالتزام اللي حطه فريق النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي أنا مؤمن جدا بكهربا مؤمن جدا بإمكانياته مؤمن جدا كمان من هذا الموقف إن شاء الله مش هيتقرر من كهربا وإنه هو كمان ليه هو على المستوى الشخصي أنه يعمل تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي قادر أنه يعمل كده من خلال زميله من خلال مجهوده من خلال التزامه من خلال كمان تضحياته الكبيرة هو ده اللي حيبقى وهو ده اللعيب اللي بيبقى جوه جدران النادي الأهلي ويقعد كده زي وليد سلمان عشرات السنين وكمان يكسب حب جمهوري النادي الأهلي بعد عمر طويل ما يعتزل أو يخش في مجال آخر فعودة حميدة للكهرباء اللي إن شاء الله بإذن الله حينضم للتدريبات رسميا إن شاء الله بعد عودة فرقتنا من مباراة المريخ إن شاء الله أعتقد أنه نفهم دلوقتي أنه الأهلي غير وأعتقد كمان أنه المفروض يعني يكون استوعب الدرس لأنه زي ما احنا قلنا في التزام وفي تطبيق لمبادئ ومعايير لازم من أكبر واحد لأصغر واحد بيمشي عليها داخل هذه المنظومة وده يمكن أفتكر أنه هو ممكن يكون استوعب الدرس يعني أعتقد يعني إن شاء الله لأنه لعيب مهم ومؤثر سواء في فرقة الآلي سواء مع المنتخب هو لعيب مهم وكان المفروض يتم الاعتماد عليه مع المنتخب أخر مرة مع كابتن حسام البدري فأفتكر أنك فهمت الدرس يا كهرباء نروح بقى كابتن سيد كابتن سيد بقى عبد الحفيز بودير الكورة قال إن محمود كهرباء هينتظم في تدريبات الفريق الجماعية بعد ما يرجع إن شاء الله من مباراة المريخ السوداني طبعا كان هو بيؤدي برنامج تأهيل مفرد خلال فترة الأقاف ديت اللي كانت لمد يعني حوالي شهر تقريبا من قبل جاز الفاني علشان يحافظ على اليقتو البدنية علشان يعني يتم عودته بعد كده للتدريبات عاقب إن شاء الله زي ما قلنا من يعودوا من السودان والمباراة المهمة زي ما قلنا مع المريخ إن شاء الله يكونوا راجعين إن شاء الله بانتصار وبانتصار كبير بإذن الله